دعا وزير الاعلام والثقف والسياحة معمر الارياني كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة الى فتح صفحة جديدة وتوحيد وتعزيز الجبهة الوطنية في مواجهة ميليشيات الحوثية الانقلابية ومواصلة الانتصارات الوطنية وصولا الى تحقيق الانتصار الاكبر والهدف المنشود باستعادة وبناء الدولة المدنية الحديثة باسناد اخوي ودعم سخي من الاشقاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة جاء ذلك خلال ترأس الوزير الارياني في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا موسعا ضم نائب وزير الاعلام حسين باسليم ووكيل اول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي ومستشار وزير الاعلام محمد هشام باشر حيل وقيادات المؤسسات الاعلامية الرسمية جرى خلال الاجتماع مناقشة تفعيل ادوار وانشطة المؤسسات العلامية في خدمة الاهداف الوطنية وتعزيز اللحمة الوطنية ومواجهة الانقلاب ومعرفة احتياجات ومتطلبات تلك المؤسسات للقيام بواجباتها ومسؤولياتها وبالشكل المطلوب وفي بداية الاجتماع نقل وزير الاعلام تحيات فخامة الرئيس عبد الرب منصر هادي رئيس الجمهورية للحاضرين وتوجيهاته لهم بالعمل كفريق واحد لتحقيق النجاحات المنشودة واكد حرص الوزارة على النهوض بكافة المؤسسات العلامية واهمية وضرورة التنسيق الكامل بين قيادة وزارة العلام والثقافة والسياحة وقيادة السلطة المحلية في عدن والمؤسسات العلامية في كافة الجوانب والمجالات ذات الصلة بترتيبات تفعيل عمل المؤسسات العلامية المختلفة من العاصمة المؤقتة عدن مشددا على ضرورة التعاون وتكاتف جهود الجميع في هذه المرحلة الصعبة الراهنة التي يمر بها الوطن لتجاوز المحن وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين والوصول بسفينة الوطن إلى بر الأمان بقيادة فخامة الرئيس عبد الرب منصر هادي رئيس الجمهورية وجدد الوزير الإيرياني التأكيد على تورط ميليشيات الحوثي وخبراء إيرانيين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي أثناء وصول الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك إلى عدن وقبل بتنديد واستنكار محلي وإقليمي ودولي مشيرا إلى أن إقدام الميليشيات الحوثية على ارتكاب تلك الجريمة التي أدت لمقتل حوالي 26 شخصا وإصابة 110 آخرين بينهم مسؤولون وموظفون حكوميون ومواطنون مدنيون وإعلاميون وموظفون باللجنة الدولية للصليب الأحمر نما يدل على ضعف وهشاشة تلك الميليشيات الانقلابية التي تواصل استهداف المدنيين والمنشآت المدنية وآخرها مطار عدن في جريمة حرب متكاملة الأركان تستوجب التصدي لها ومحاسبة المتورطين فيها وعرب عن تعزه الحرة ومواساته الصادقة لكافة أسر وذوي شهداء جريمة استهداف الحوثيين لمطار عدن الدولي متمنيا للجرحى الشفاء العاجل مؤكدا حرص الحكومة على القيام بواجباتها ومسؤولياتها الإنسانية تجاههم وكذا قيام الحكومة بواجباتها في عداد ملف متكامل وتقديمه للمجتمع الدولي والأمم المتحدة للقيام بمسؤولياتها تجاه الجريمة من جانبه أكد نائب وزير العلام باسليم أن الوزارة تبذل جهودا مضاعفة بالتعاون والتنسيق مع قيادة محافظة عدن والجهات المعنية من أجل تفعيل كافة المؤسسات العلامية وممارسة عملها بالشكل المطلوب بدوره جدد وكيل أول محافظة عدن الشاذلي وقوف قيادة السلطة المحلية في عدن إلى جانب الحكومة والحرص على تعزيز التنسيق والتعاون المشترك لضمان تحقيق النجاح المنشود للجميع ترجمة نانسي قنقر